السلام عليكم ومرحبا بينا اليوم عند السيمور القناوي مرحبا بك أخويا كاميرا ومرحبا بل نتير عشواق العزبك وخاء السيمور القناوي ما غادية نسوله شكون السيمور القناوي ووقتش بداه وكيفش بداه فهو غني على التعريف وسبق سوناه مرات ومرات السؤال هو على الأغنية ديالك لتسترى الطنطنس وهذا هو سبب لي خلا ننجيه عندك اليوم كيفش جدت الفكرة انك تكتب ديك الأغنية شنو الرسالة اللي بغي تتوصل يعني للمغاربة كشعب وكحكومة لانك نشوف فيها رسالة لربما للحكومة تكلم نشوي على الأغنية هذي واننا عدنا وحد المشاق ديال مغربي يقول لا تشيق ف ولا دعات شيقا وانفانتك بلا دعات شيقا حسبشو انهم مره بر الأماني جيتنا الفكرة بين الشخصية ديال الوازير ونهضر على كيفش يشوفون الشعب وكيفش يشكرفسوا عليه نجي الفكرة ديال التراك كاما شفنا كان الفيديو كليب يعني بواحد الامكانيات بسيطعة ووصل انه يتصدر التندنس قدرنا شوية عليها الجاريب ديال الفيديو كليب الحاجة قد تجدوك شي بمجال البعض الكليب قد كمانت يلعب شدور مزيان والكلمات اللي شيعب والجومور ديالشي قلبن على الكلمات الكليب يبقى خضر عامك الزواقبي وذلك البساطة يمكن ذلك البساطية العجبة للجومور الآن كان الملاحظة والشيء السهولي يعني هذا الكليب بديك البساطة وذلك الشكل هو اللي زاد يعني من جهته اعطى واحد صدى الاغنية يمكن واقع الحية البكرة اللي كانت عني اللي ما قدت عندي قدت أنه بغير دك شي يكون فريمو يعني فإن الله وقده وتجبان وازا ديالة بساسة مني ملقى اشتدر ديالتالي طريقة كوميديية وممكن قدت 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 قد اعجب بنا هذا مدك العفوية للكليب وقده يبقى اعجب بنا لكي أعرف الشاب كتش اعجب بشي حاجة ايام عن الشاب راح لكي أكسس قاعد الشباب ديالة المغرب محتاج بشي حاول سحب علاقة كوميديية يعني شكل اللي كان مخطط الفيديوكلف الأول ماشي هو اللي نعم ماشي هو اللي كريب يكود دير هو بالاول وليس لا أصدق بشكل طريق السؤال المتداول ما المهرجانات والتلفاز المغربية مع السيمول رغم أننا نرى مغرب كامل يعرف العالم العربي ونحن نرى تصدر التندنس السؤال أخي لا أعرف 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 الشيء الآخر الملاحظة في القناوي رغم الشهرة رغم هذه الأمور كيف يبقى مع الأصدقاء لا أعرف مع أبناء الحي في العكس من المشاهدين ينسوا ماذا أقول لك أخي هذه القضية صعبة وماذا أقول لك تنظر معك بها نحاول تصنع لا أعرف لا أعرف فكرة لا أعرف لأنه الإنتظر ليس كثيرا من المشاهدين وماذا أقول لك من المشاهدين لأنه يتحاجد لأنه يتحاجد لم يكن من المشاهدين لأنه يدخلها ليس كثيرا من أحد المشاهدين أعرف لأنه يتحاجد نحن ارلاح ميزير والبيطالة كي اتعانيها بحل اي ولد الشعب على ذكر الاميزير والبيطالة كانوا نشوفوا معظم الاغاني ديرك كي يتعمدوا على بعض الرسائل واش بنسبال السيمون القناوي وصل شي رسائل حقق شي حويش كانت يشوفهم بدلهم بالكلمات اللي كي يكتب بنسبال زع ما في الشعب وج بدل شي حاجه ما كان يشي ما يمكنش الشعب هو حكومة شد في البلد نعم يمكنش بدل شي حاجه وورق ورقان ما شي بدلش من هذا لا أتضipples بالدراسة يقوم بالكسف يقوم بأسين منطبخ يسلم للتسريع يقول أنه يتسلم في عدد فهم نطبخ بالناس يتعرض أن تبدل للمطبخ بأسين يعني أنه يتعرض مهما يجب أن يكون سيما القناوي المتشل برلماني في الفيديو كليب الخارد يا رو إلا جاءت الفرصة السيما القناوي يكون برلماني نعم ما قدرش حد فهم شيئا الحكومة ديالنا نحن عارفين بأن حكومة مشيقون شخورية باسعة عند حكومة دياله نظر ما قدرش ندير ذك الشيئ نهدك لا قدش علي لأنه لو قد ندير شيئ حاجر لو قد نخدم بحان كن أنا ورئيس حكومة رخص نجري ذك شيئ كامل ومشي بحكومة أخرى ولكن ما قل له رافع بكر في واحد لانترفيو وعر يجي وش يجي الوزارة من بره حسن مات الوزارة قالي عندنا وغي يسير البلد تبشي بزيانة هذي يدلت فكرة كان قل له رافع بكر وعيش بتني بزيانة أما بشي قد نخدم معه ومشان ما حيش وخاش كون ما بغي تدير واله حيش تبشي بعدك الناس داروا وقسكش ولي معاهم داروا لان ما بيجي كنتش ممشيني خاش كونت شكي فارار ما تبدي الواله وما بيجي كنتش ما اللقاء التي يكفر يدل لك أنك في الحكومة بباش نحطين للبيت على الها وهاد الأمور التي توجه الشاباب خصوصا أول حاجة تعليم بعدها لان الجاء ربين المرمشين اللي قلنق لدي شاب بشي حاجة ممنا الشابين ما قراروش لا تقراروش تقراروش حاجة ليلى علاقه معنكما تتدير باليانة كالقاياسة القرأة ما لا علاقه بالواقع والتغير وبالحاليته كل حياته لا تقراش اللي يجب أن تقرأ عليك شيئاً ولا تختار مزالك بنياً صغير يتقرأ على عرض ما تدريزك كثيراً أنا لا أخرج من السعب يجري على الأسد يجري على الأسد أن تقول لأولدك تجلب لأسدق يجري على الأسدق يجري على الأسدق يجري على الأسدق لا يوجد شيئاً يجعل ذائجاً يجعله أنه يزيد حافظ في الكلباش دياله في الأعمال دياله نقول اليوم شكران وربيكم رقنا ورا ما كانش شكرا للناس ديال أشواق على الزيارة ديالكم وشكرا لمغاربة كاملين ولعزبكم أخي كامل